هارب من الحر في رحلة سباحة فتحولت الرحلة إلى فاجعة أم تفجع بغرق ولدها مع شاب آخر بنهر دجلة تنوح على حافة النهر وتنتظر مع المنتظرين من الصباح إلى الليل على جثة أيمن وصاحبه تطفو ليعثروا عليهما والله البعر حصار الحادث اثنين غرقوا ومن جدوا واحد من المدينة وصاحبنا من الشعاب صغار بالعمر 2002 و2006 تقريبا إنه منتصف الليل فرق النجدة النهرية تواصل عمليات البحث للعثور على المفقودين بعد ساعات تمكنوا من العثور على جثة صاحبه لكن جثة أيمن ما تزال مفقودة حتى ساعة إعداد التقرير نزلت المفارز الغواصين متمثل بكل جسر لدينا غواصين ثلاث عناصر كل عنصر موجودين فقسمت رأسا على الأثناء هذا من ساعة بالسبعة بقينة مستمرين لحدها اللحظة مستمرين البحث يعني جميع الجسور وجميع النقاط عندها حالة انذار بقتل حاضر بخصوص السباحين ومع ارتفاع درجات الحرارة يتجه بعض الشباب للسباحة في النهر مع محاذير السباحة فيه لسيما بالمكان الذي غرق فيه الشابان بمحاذاة منطقة الاعطيفية من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة